ام مبارح كان على موقع صاد البلد طب احنا عارفين وقلنا احنا كان في الموضوع ده بعد كده اللي هي فكرة ان المدرس ضرب طالب والطالب ضرب مدرس فالفيديو ده متصور انه المدرس بيدرب الطالب بشكل صعب شوية عنيف جدا فعلى طول جيش الكتروني من المدرسين دخلوا شتيمة في الطالب وفي الام درجة ان الام الولد بتاقي تدخل ترد انتو متعرفوش ابني عشان تتكلموا انتو احنا فعلا ما نعرفش الناس فعلا ما نعرفش الناس تتعرف احنا بقى عندنا حاجة يعني مشكلة كبيرة ده 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 احنا كمان بقى عندنا قرارات سريعة على طول من خلال كلمة يعني لو فيه مثلا حلقة كبيرة جدا نصف ساعة نزل منها تلاتين سنة احكم على تلاتين سنة خالد بقى يا جماعة خالد عليش اصله هو ليش هينفع ازمته دايما مع احنا دايما بنتابع ايه هقولكو ايه عشان كده ناس بيقولوا ان انا يعني تلاقي السوشال ميديا زي اي سوشال ميديا قطع جملتين من الحاجة صح والجملتين من هم اللي بينتشروا طب انا ردي كان ايه طب انا اتعمولي مع المواقف الزيجية طب انا زعش قوي كده خالد اخده عن نفسيتك لا دعني فكرة في مواقف كتيرة جدا حصلتلي من اول ما ابتديت شغل في الشغلانة دي انا بكمر ديميري وهي بتقصد هي فكرة ان انا ادي فرصة نفسك تحكم حكم مصبوط مثلا بلاش هنعم وزير الكلمة قال حاجة في نص سبيتش كبيرة ركز في السبيتش كبيرة يا خالد وزير ايه انت عندك رئيس الجمهورية وزير الوزراء اي مسؤول في الدولة اي حد لو قال كلمة لازم ما هو السوشال ميديا دي مهمتها يا جماعنا هو يعمل ترافيك ومشاهدة ويعد وهي على فكرة اساسها والخبر يعني انا مش ضد نظريت المؤامرة اوي يعني هي مش لازم تكون مؤامرة هي فكرة ممكن انا على فكرة بسبب ان انا حيبه هزر على حاجة فالحاجة دي بتنتشر بتبقى ترند في الوقت ده بتبقى فيرل الناس كلها بتتكلم عنها فبالصدفة تنتشر هي انا اللي قصدي مؤامرة والقصدي غيره فانا مش معنى اي حد عمل حاجة على حد ان هو كان قصده يتأمر عليه هو بالصدفة على فكرة نقصده هي لعب بس اللعبة بتاعتك دي مضرة اوي اوي لان انا عارب بتتكبر بتتقاس على مين خليه بالك انت لو بصيت انا انا على نفسي بكبر دماغي للاسباب اللي انا قلتها مبارح ونقولها تاني النهاردة انا مش عارفة الناس حقيقة الناس اللي على الاكاونت صح راجل ولا ست اكاونت حقيقي ولا فيك ممكن شخص اللي متدق من خالد ده يعمل عشرين اكاونت وهو قاعد ويدخل يشتم في خالد المشكلة هل انت عارفت انه هو شخص واحد لا انا انت عارفة انا فيه حاجة عايزة